فكرة انه في منصة فيها صحفيين شطار يشتغلوا على حاجة يطلعوا شهادة مزورة تاخد الخبر قناة ليها مشاهدات وانتشار اوسع تتكلم عنه فالموضوع يوسع بعدين منصة اكبر شوية واكثر انتشارا من الاولانية تاخد الكلام وتبني عليه وتضيف بعدين الموضوع ينتشر بعدين يبقى ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي تبدأ تدور الاواني المستطرقة وتسلم من منصة للتانية ومن صحفي للتاني ومن خبر لخبر ومن قناة لقناة لحد ما يبقى الموضوع رأي عام فيجبر النظام المهزأ انه يرد فلما يطلع يرد ما يقولش احنا اسفين وده لي اسباب احنا مش عارفينها لسه فيجرب الاول انه يتجاهل يلاقي الدنيا مش نفعة يجرب بعد كده انه ينزل بمصطفى السيسي زي مع عمل امبارح الرقابة الادارية بتقول انه تمام فيطلع مصطفى السيسي كمان كداب وبيحاول يدافع عن محمود اخو فينزل للمرحلة اللي بعد كده طب احنا هنأكد لكم ان الشهادات صح فيبدأوا يطلعوا وثائق وشهادات يقولك اصلا متصدق عليها من الخارجية اصلا فيطلعوا برضو مفضوحين فيتفضحوا فتفضل الدايرة تديق عليهم لحد ما يطلع عمر قديد بنفسه اللي هو ما جماعة ما تمشوه يعني الراجل واضح ان الشهادات فيها مشكلة ما يمشي فلا ما يمشيش وده بيطرح الف سؤال عن السبب وراء التمسك بمحمد عبداللطيف مزور الشهادات وصاحب الدكتوراه والماجستير المضروبين ايه الحكاية القاير 24 مبارح طلع خبر موثقة من الخارجية والقنصلية المصرية مستندات جديدة موثقة بشأن شهادة وزير التعليم انا سعيد الحقيقة جدا ان الحملة اللي حصلت قبل ما ارى باقي الخبر وصلتكم ان انتو تطلعوا تردوا وصلتكم ان انتو تقولوا يا جماعة والله شهاداتهم موثقة اصدرت جيات مطلعة ومعنية بيانا رسميا للرد على ما اثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في صحة مؤهلات وزير التربية والتعليم ضمن تشكيل الحكومة جاء في البيان انه من الواجب ايضاح عدد من النقاط التي تخصه ونشر صور لشهاداته الموثقة من الخارجية الامريكية والقنصلية المصرية طيب لما عملوا كده الجولة الجديدة اللي هم دخلوا فيها لا يا جماعة شهاداته صحيحة لا يا جماعة ده التصديق هو ده الخبر هو فطلع الناس كتير الحقيقة المنصة اللي هي التحقق بالعربي ما تصدقش بعض حسابات شخصية كله بدأ يدور ويجيب له يا جماعة احنا في 2024 انت مش قادر تقتنع بدا سدقني انت مش قادر تقتنع بدا في 2024 هتلاقي اخر كلام وهتلاقي اسامة طلع بعد التعديل الوزاري بنص ساعة كشف اربع خمس اسماء في الوقت ده كانت منصة زي التحقق بالعربي شغلة بهدوء اكتر لان معها وقت اكتر انه لا ما عندهاش برنامج لايف فنشوف واحد زي وزير التعليم بعدين كانت منصة اكبر زي ما تصدقش قاعدة بتشتغل على حاجة اكبر بعدين صحيح مصر مش عارف كده بعدين صحفيين لوحدهم بعدين ناس نشطاء على مواقع التواصل ليه لانه مهارات البحث والتقصي بتحتاج مجموعة من التدريبات والمهارات والدورات والتعليم وبعد كده بتبدأ تمارس فبتتقن القصة فبتبدأ تشتغلها احنا في الفين اربعة وعشرين في عهد السوشيال ميديا مش هتعرفوا تخبوا في ضيحة زي دي ده اللي انتو مش قادرين تفهموه ده اللي سيء الذكر مش قادر يفهموه خلي بال حضراتكم في القصة اللي احنا فيها دي وفي قصص مشابهة الصبق مهم طبعا لانه كريدت للمنصة لكن البازل اهم الناس بتحاول تكمل على بعض كل واحد بيقول حتة والباقي بيكمل عليه فبيبان في الاخر برواز منحط لحكومة منحطة لنظام مهزأ يقود وسيء الذكر فحلال على كل اللي اشتغل في حاجة زي كده بأمانة والله يعني تسلم ايد كل واحد اشتغل عشان يطلع معلومة عن هذا التعديل الوزاري المسخ طيب تعالوا نشوف كده الصور بتاعت شهادات الرجل اللطيف محمد عبداللطيف واللي الناس في الاخر قالوا يا جماعة الخير الصور اللي انتم طلعينها وبتقولوا متصدقة من واحد اتنين تلاتة التصديق لا يعد اقرار بالشهادة يعني صدق الشهادة ده مش معناه ان انت بتقرن ان الشهادة دي صح او طلع من جمعة صحيحة او الكلام ده كله التصديق لا يعد اقرار بالشهادة وده مكتوب في اسفل ورق التصديق الخارجية على شهادة وزير التربية والتعليم اللي نشروها في الاعلام لتبرئة سحته يعني ايه يعني السفارة صدقت الورقة وكتبة تحت التصديق لا يعد اقرار بالشهادة اوف يعني الوزارة بتخلي مسئوليتها عنه طيب لما ده حصل دخلنا في مرحلة تانية ان الوزير نفسه لازم يرد اطلع بقى يا عم محمد عبدالطيف قول لنا رأيك ايه في اللطافة اللي انت عاملها في الرأي العام فاطلع لنا الراجل بايكيو بنت او ولد في كيجي لسه بيعلموه الحروف لسه بيعلموه زمان بتاعة زارعه حصده لسه بيعلموه اي بي سي اي كيو تعبان جدا طلع لنا بتصريح غريب تعالوا نشوف مع بعض قال لي قال لك سيدي كان الهدف من دراستي للدكتوراه هو فهم التعليم الاونلاين يعني ايه سيادتك يعني ليه يعني ازاي طيب يعني حضرتك كنت بتعترف انها مضروبة يعني حضرتك بتعترف انك دخلت اونلاين عشان تجيب شهادة مضروبة ولا التصريح بتاعك ده نفهمه ازاي نقرأ كده تاني كان الهدف من دراستي للدكتوراه هو فهم التعليم الاونلاين طب وفهمته يا معالي الوزير اه فهمته طب وبعدين زورت الشهادة فهمته يا معالي الوزير اه فهمته وبعدين اتضربت الماجستير طب معالي الوزير ما انت كده بتعترف على نفسك يعني مين اللي نصحك انك تقول التصريح ده مين اللي شرع عليك الشورى الطين دي يا معالي الوزير معالي الوزير أنا رأي رسالة أو همسة في أذنك وفي أذن السيدة الوالدة الدكتورة أو الأستاذة أو أي أن كان لقبها نيرمين إسماعيل إن كان الوالد أو جد الوزير المشير أحمد إسماعيل كان بطل من أبطال أكتوبر وله رصيد في وجدان الشعب المصري فكرامة له وإكراما واحتراما لرصيده العسكري أوقفي ابنك عن هذا العبث